اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بمقر الامم المتحدة في مدينة نيويورك مع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلال الاجتماع عرب معالي وزير الخارجية عن خالص تقديره للجهود الحثيثة لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تطوير دور الامان العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز دور المجلس في كافة القضايا الاقليمية والدولية وفي ترسيخ الامن والسلام في المنطقة والعالم اجمع من جانبه اعرب معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية والذي يأتي ضمن حرصه على استمرار التشاور وتبادل وجهة النظر حيال كافة القضايا التي من شأنها دعم الامن والاستقرار والتنمية